بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قلنا هذا عذذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومخواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة الصوم والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله من يؤمن آخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلمات الرسول ألا إنها قربات لهم سيدخنهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهادرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان بإحسان رضي الله عنهم وربوا عنهم وأعد لهم جنات تجري جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون عذرفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أعسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ السببات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ذرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقن فيه أبدا لا مسجد أسس على الدقوة من أول يوم أحق أن دقو مكيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار بي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقادلون في سبيل الله فيقدلون ويقدلون وعدا عليه حقا في الدورة والإنجين والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشروا فاستمشروا ببيعكم الذي باعتهم به وذلك هو الفوز العظيم أتائمون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمنون بالمعروف بالمعروف وأن نعهون عن الجنود قدم الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفنوا للمشركين ولو كانوا أوليه قلبا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدات وعدها إيام فلما تبين له أنه عبد لله ذبر أمين إن إبراهيم لأبواه حليم وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بذني شيء عليم إن الله له مرك السماوات والأرض يحيي ويمين وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاددين والأنصار الذين اتبعوا فيه في صاعد العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقين منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوس روحيم وعلى الثلاثة بالذين خلفوا حتى إذا ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليهم ثم تاب عليهم ليذربوا إن الله هو الثواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومنحونهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يشيبهم صبر ولا نسب ولا مخبسكم في سبيل الله في سبيل الله ولا يطرون موت أن يغيذوا الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدوين نيلا إلا كذب لهم به عمل صالح إن الله لا يبيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقا سغيرا ولا كبيرا ولا يقطعون ولا يقطعون ماليا إلا كذب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين في الدين بل ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم قزاما وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فسادتهم إيمانا وهم يستمشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فسادتهم رجسا إلى رجسهم وما دورهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتنبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعضهم هل يراكم من أحد ثم من صرفون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفرهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم وعليتم حريس عليكم حريس عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم فإن تمنوا فقل حسن يقضى لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الجافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يذبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعهم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من القيسة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لدعنه عدم السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن فخدنا في الليل بعد النهار بما خلق الله وما خلق الله في السمامات والأرض لآيات للقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا رافلون أولئك بأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من دحدهم الأنهار في جناد النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ودحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر رصد عجالهم بالخير نقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في دغيانهم يعمون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسم كذلك سينا للمسلفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانون يؤمنون كذلك نجسل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تسنى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لا يرجون لقاء نأذي بالقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من دلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحائري إني أخاف إن عسيد ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تنوده عليهم ولا أذراكم فقد لبست فيهم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يذرهم ولا يدفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه ودعانا عما يشركون وما قال الناس إلا أمة واحدة فخطنقهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يخطنقون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربهم فقل إنما الغيب لله فانتذلوه إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمدا من بعد ذراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرام إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البطر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاسف ريح عاسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيث بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجئتنا من هذه لنكون من الشاكلين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم مباعي حياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخذلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أباها أمرنا ليلا أو نهارا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفسل الآيات لقومية فكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادا ولا يرحق وجوههم قدر ولا ذلا أولئك أسحاب الجندهم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترأقهم ذلا ما لهم من الله من عاصر كأنما أغشيت وجوبهم قدعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم غافلين هناك تبلو كل نفسي مما أسنفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما قالوا يفترون